لكن يبدو بأن حقيقة الكيان الصهيوني الآن أصبحت مكشوفة للجميع وهو ما دفع المجتمع الدولي لجعل هناك حالة من حالات التحرك حتى وإن كانت محدودة لكن ضغوطات الشعوب الغربية أحرجت هؤلاء وقرار المحكمة الجناية الدولية يأتي في هذا الإطار إذن تحرك غربي لافت للنظر من قبل الشعوب الغربية رأيناه من خلال هذه التظاهرات الحاشدة حتى في هولندا ونحن نتحدث عن معقل قوي لليهود هناك رأينا تحركات شعبية كانت مسيرة للانتباه والأكثر إصارة كيف تعاملت الشرطة الهولندية مع هؤلاء المتظاهرين في مشهد غير معتاد على الدول الأوروبية مشهد قمعي بامتياز مشهد همجي مشهد عنف لكن المسير هنا أكثر بأن هذه الأشياء لم تمنع الطلبة في هولندا من أن يواصلون حراكهم الدعم لنضال الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر